السلام عليكم ومرحباً بالناس لهم يشاهدوا فينا داخل الوطن وخارج الوطن الناس لهم معنا ونحن مرحباً بكم في قناة شوبر الديزيل اليوم الحساب تأنا ونجد نتكلمه على الكعبي وين يتفوق على كريستيانو بنزيما فايكاو بأرقام قياسية وكبيرة يعني بأرقام وأسطورية الأيوب الكعبي أولابيك ياكوس الدوري المؤتمر الأوروبي وفرض النجم المغربي أيوب الكعبي نفسه النجم فوق العادة لمشوار فاريقه أولابيك ياكوس اليوناني في الدوري المؤتمر الأوروبي يعني ونسجل في مبارتين ليكون في علمكم يعني نقولوا تلس مبارايات آليلوتور دومي فينال والنهائي تلس مبارايات تسجل ست أهداف وكان هو لأهل النادي التعود النهائي ونسجل خفص أهداف آليلوتور أمام نادي إنجليزي ونسجل 11 عشان هدف وننجح الكعبي في إهداء فاريقه اللقب البطولة بعد أن سجل هدف الفوز على فارنتينا الإيطالي بنتيجة هدف لسف على أرض الملعب سوفيا في العاصمة اليونانية أسينا الكعبي ونوجه هدف الكعبي بعد لعب لعبة رأسية متقنة يعني ونغلط بها الحارس الفيرنتينا في الدقيقة 116 من اللقاء وأصبح الأيوب الكعبي هو أول لعاب يسجل 11 هدف في الأدوار الإقصائية في نسخة واحدة من بطولة الأندية تنظيم الاتحاد الأوروبي وتفوق بذلك على أسطورتين ريال مادريد كريستيانو وكريم بن زيبا منسجل كل منهما عشر أهدف في الأدوار الإقصائية للدور الأبطال أوروبا يعني أول لعاب إفريقي وعرابي يعني كاش وتفوق النجم المغربي أيضا على النجم الكولومبي والكاو والذي سجل عشر أهدف في الأدوار الإقصائية لنسخة واحدة من الدور الأوروبي مع أولى أتليتيكو مادريد وشهادة المباراة رقم جديد من ناصيب الكعبي حيث أصبح مع مواطنه والزامله يوسف العربي أول لعباء يعني من بلد عربي واحد يفوزان مع نفس الفريق باللقب الأوروبي ويذكر أن اللقب اليوم هو اللقب الأوروبي الأول في تاريخ النادي أولمبيك ياكوس وفي تاريخ كرة القدم اليونانية بالكامل أول يعني بطولة أول نادي يجيب لقب أوروبي لليونان برأسية أيوب كعبي على أن نبغي هذا إنسان متق الله إنسان يعني مساء الله علي وكذلك هو إن أضحى أيوب الكعبي مواجم أولمبيك ياكوس أول لعب مغنبي يسجل في النهائي القاري والأوروبي بعد هذه الشباك فيرونتينا وقاد الكعبي سعى للتتويج بلقب الدور المؤتمر بإحراز الهدف المباراة الوحيد أمام فيرونتينا في الدقيقة 116 مساء يوم الأربعاء ونجح الكعبي في إهداء اللقب لأولمبيك ياكوس أمام فيرونتينا قبل أربع دقائق فقط من نهاية الشرط الثاني الإضافي بعد تسجيل الهدف المباراة الوحيد اللي يحسن بذلك الفريق اليوناني بطولة الدور المؤتمر الأوروبي لصالحه أول مرة في تاريخه وتاريخ بطولة كرة القدم اليونانية وسجل كعبي اسمه في كتاب تاريخ بعد أن أصبح رابع لعاب عربي يحرز هدف في النهائي أحد المسابقات القرية الأوروبية بعد الجزائريين يعني ربح ماجر وسعيد بالرحمة ثم المصري محمد صلاح سعيد بالرحمة العمي فات العمي فات في نهائي مع المؤتمر الأوروبي اللي فات بها بالرحمة وكسموه يربي مايف أكراد عالية ويسمعوا أن تشوكي باش مازال فانيك يعني كل العرب يعني وأفريقيا تنتظر في إبراهيم دياس لإهدائهم يعني الكأس صاحبة الأذنين الطاويلين يعني الشمبيونز ليك يعني كل مغاربة وكل العرب وين ينتظرون يعني في ال في الدياس لعاب 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 يعني قناص يعني ما تغلطت أنا وإنت ما نكلمش عليكم أنا وإن الناس ما نكلمش عليكم حتى نسيته وإنت شبته شبته نهار البرتية لعبوا كونتر كونتر كونتبور ما تسمي كانوا مركبون تعقاليزاتوا يعني يسجل أهداف من نقاط ميتة نقاط ميتة يسجل أهداف في النقاط ميتة يسجل أهداف هذه أنا فمك لعاب يعني بمعنى كلمة لعاب يعني عند روحة عند روحة لعاب عند روحة أخік هاتف كانت تبع روحة слова آخر كونتبور خصيد كما سبعت المؤتمر الأوروبي أمام فرنطينا أم غيالي والأولمبيج يوكس الذي سيحتفل في شهر مارس 2025 بعامه المئوي سيحفز تاريخ سيحفز تاريخ 29 مايو 2024 في تاريخه بالذهب في عام 1925 اندمج النادي اليوناني لينتد نادي أولمبيج يوكس المشجعين وهو اسم مستوحي من الألعاب الأولمبية القادمة اعتمد النادي في شعاره المراهق متوج بأخليل نابت الغاز يعني كشعار له والذي يرمص للفائز بالألعاب الأولمبية واحتاج ذلك المراهق طيلة 99 عام أبكر المراهق المشيط فل والنادي مسمينه المراهق يعني وان طيلة 99 عام لشخص يعني يتوج بالميدالية الذهبية إلى أن جاء الشاب العربي من دار البيضاء من أجل أن يضع على عنقه الذهب الأوروبي الأول مرة في تاريخ النادي والبلاد بأكملها وسيكون عام أولمبية ياكوس 99 أمثل بعدما تويج الفريق الشاف بلاقب الدوري أبطال أوروبا تحت 19 عام كأول من يحصد هذا الإنجاز في بلد الإغريق فيما تويج فريقه الأول باللقب الأوروبي كأول من يفعلها أيضا في البلاد فريق الدور لقب الدور الأبطال أوروبا تحت 19 عام ورفع الأيوب الكعبيرا سيده في البطولة لـ 11 عشناتب كأفضل هدام في البطولة يعني متفوق على كريستيانو بنزيما وفي الكاو يعني وين أصبح المغربي أكثر لعاب عربي وإفريقي يسجل في نسخة واحدة أوروبية في نفس الموسم برسيد 16 هدف وخمسة في الدور الأوروبي و11 في الدور المؤتمر يعني الحارس أولمبي كياكوس هذه المرة الثانية للتوالي مع إشبيليا على روما باللقب الدوري الموسم الماضي ومع أولمبي كياكوس على فيرونتينا في الدور المؤتمر الأوروبي للموسم الثاني على التوالي يخسر فيرونتينا النهائي بطولة أوروبية بعدما خسر في الموسم الماضي ضد ويست هام الإنجليزي بنتيجة هدفين لهدف يعني ما وهو ليقادل النادي والأيوب الكعبي يعني هو ليديهم ويوصلهم لهذا المرحلة يعني هي أخوة ما تنسوا شعروني شعب كومنتروا وبرتجونا الفيديو تواعنا وإن شاء الله دايما معكم بجليل ويمشي أبوني أبوني معنا ورب يحفظكم ويحفظنا معكم وصحيح وخوتي